السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الأعزاء في مدارس الوطن العربي للصف الثامن الأساسي في مادة اللغة العربية سنتناول في هذه الحصة حل ورقتين عمل في قاعدتين الأعداد المركبة والمفعول المطلق وسنبدأ في ورقة عمل في الأعداد المركبة الأعداد ما دل على عدد 1, 2, 3, 4 إلى آخره المعدود الشيء الذي يعد مثال اشتريت 11 قلما 11 عدد قلما معدود العدد المركب هي الأعداد من 11 إلى 19 وسميت مركبة لأنها تتكون من قسمين الأعداد 11 و 12 يطابق العدد المعدود في التذكير والتأنيث مثال كرمت 11 طالبا شارك في المسابقة 12 لاعبا الأعداد من 13 إلى 19 في القسم الأول يكون مخالفا للمعدود والقسم الثاني مطابقا له مثال قرأت 17 قصة إعراب الأعداد المركبة من 13 إلى 19 عدد مركب مبني على فتح الجزئين وتعراب حسب موقعها من الجملة السؤال الأول حول الأرقام التي بين قوسين إلى كلمات مع الضبط فيما يأتي قرأت 16 مقالة علمية في ثلاثة أشهر ننظر هنا إلى مقالة المعدود مؤنث إذن القريب يطابق والبعيد يخالف نجح في الامتحان 14 طالبا اشترت نور 11 قصة من معرض الكتاب ودائما 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين ويطابق المعدود غادر 17 مريضا من المستشفى مريضا المعدود هنا مذكر فالقريب يطابق والبعيد يخالف 17 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل السؤال الثاني اختر الكتابة الصحيحة للأعداد الواردة مما بين القوسين فيما يأتي عزيز الطالب الذي يحدد هنا كتابة العدد بصورته الصحيحة هو المعدود انظر إلى الرقم الأول شارك في الاستعراض الجوي 15 طيارا ننظر إلى المعدود طيار مذكرا ونتذكر سويا أن الأعداد من 13 إلى 19 القريب يطابق والبعيد يخالف فهل نختار 15 أم 15 أم 15 الخيار الصحيح هو الخيار الثاني ثانيا ساعدت الجمعية التعاونية 12 أسرة محتاجة نتذكر سويا أن الرقم 12 دائما يطابق المعدود بجزئيه والجزء الأول منه دائما يعامل معاملة المثنى أما الجزء الثاني فهنا يعرب عدد مبني على الفتح نعود إلى الجملة كي نتمكن من معرفة الموقع الإعرابي للرقم 12 ساعدتي فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التأنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب الجمعية فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم التعاونية نعت المرفوع وعلامة رفعه الضم هنا الرقم 12 أتى مكان المفعول به ننظر إلى كلمة أسرة المعدود هنا المعدود مؤنث إذن الرقم 12 يجب أن يكون مؤنث فهل نختار 12 أم 12 أم 12 الخيار الثالث هو الخيار الصحيح لأن العدد 12 أتى هنا 12 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وعشرة عدد مبني على الفتح المثال الثالث قابلت 11 معلما أيضا الرقم 11 هو دائما يطابق المعدود في جزئي ننظر إلى معلما هنا معلما مذكر فهل نختار 11 أم 11 أم 11 الجواب الصحيح هو الأول 11 لأنه أتى هنا عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به السؤال الثالث أعرب ما تحته خط فيما يأتي حللت 15 مسألة حللت عزيز الطالب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل 15 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به مسألة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة ثانيا قدر المهندس تكاليف المشروع بـ 19 ألف دينار هنا الباء حرف جر 19 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر ثالثا شارك 12 شاعرا في الملتقى الأدبي تذكر عزيز الطالب العدد 12 يعرب الجزء الأول لوحده ويعامل معاملة المثنى والجزء الثاني يعرب أيضا لوحده انظر إلى هذا المثال شارك فعل ماضي مبني على الفتح إثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى عشر اسم مبني على الفتح شاعرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة شاركت بغرسي 11 غرسة في يوم الشجرة شاركت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل بغرسي 11 11 عدد مركب مبني على فتح الجزءين في محل جر مضاف إليه غرسة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة انتهت عزيز الطالب هنا ورقة العمل أتمنى منك عزيز الطالب أن تقوم بتدوينها بدفتر القواعد مع الإجابة كاملة وبخط مرتب وشكرا لكم والآن أعزاء الطلبة سنقوم بحل ورقة عمل في المفعول المطلق هيا نتذكر سويا ماذا نقصد بالمفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو مصدر منصوب يؤتى به من لفظ فعله الذي قبله أما الغاية من المفعول المطلق تأكيد وقوع الفعل أو تأكيد وقوعه مع بيان نوعه أو تأكيد وقوعه مع بيان عدد مرات وقوعه هيا ننظر إلى السؤال الأول عين كل مفعول مطلق في النص الآتي وبين نوعه تأكيد الفعل بيان نوعه بيان عدده اندفع التلاميذ إلى الفناء اندفاعا وفجأة صرخ أحدهم صرخات عالية وأخذ يبكي بكاء شديدا فحمله رفاق حملا رفيقا إلى حجرة الطبيب الذي ربطه ربط العارف بموضع الألم ثم استدعى سيارة الإسعاف استدعاءا سريعا وحملته إلى أقرب مستشفى الآن اندفع اندفاعا إذن اندفاعا مفعول مطلق والغاية منها تأكيد وقوع الفعل وفجأة صرخ صرخات صرخات هنا مفعول مطلق وهنا أتت لتؤكد وقوع الفعل مع بيان عدد مراته أخذ يبكي بكاء يبكي بكاء بكاء مفعول مطلق جاء لتأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه بكاء شديدا فحمله رفاقه حملا حمله حملا أيضا حملا مفعول مطلق لتأكيد وقوع الفعل وبيان نوعه فكان حملا رفيقا إلى حجرة الطبيب الذي ربطه ربط ربطه ربط هنا أتت كلمة ربط أيضا مفعول مطلق لتأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه ثم استدعى سيارة الإسعاف استدعاء استدعاء مفعول مطلق لتأكيد وقوعه مع بيان نوعه وهي كلمات سريعا التمرين الثاني ضع مفعولا مطلقا مناسبا في كل مما يأتي متذكر عزيز الطالب أن المفعول المطلق مصدر منصوب يؤتى به من لفظ فعله الذي قبله الآن ألف أحتقر الخائنة احتقارا هنا جاء لتأكيد وقوع الفعل يحب البخيل المال حبا جما هنا جاءت لتأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه رحل المستعمر رحيل الذليل أيضا تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه أحاور الآخرين حوارا هادئا تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه ارتشفت من الدواء رشفتين تأكيد وقوع الفعل مع بيان عدد مرات وقوعه التمرين الثالث بين نوع المنصوبات التي تحتها خط فيما يأتي المنصوبات عزيز الطالب في اللغة العربية قد تكون مفعول مطلق مفعول لأجله مفعول به اسم إنا خبر كان انظر إلى رقم واحد قمت احتراما للضيف لماذا قمت احتراما؟ المنصوب هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة سجدت في الصلاة سجدتين سجدت سجدتين نوع المنصوب في هذه الجملة مفعولا مطلق ويعرب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أطع والديك إطاعة العارف للجميل أطع إطاعة المنصوب هنا أيضا عزيز الطالب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة رابعا إن الله يحب المجاهدين حبا جمى الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يحب حبا حبا جاءت هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره التمرين الرابع أعرب الجمل الآتية أحب الحياة حبا أحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا الحياة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة حبا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة تستمع الفتاة إلى القرآن استماع الخاشعة تستمع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الفتاة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم إلى حرف جر القرآن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة استماع مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف الخاشعة مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة دق الجرس دقتين دق فعل فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول الجرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم دقتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أعزاء الطلبة إلى هنا قد أنهينا حل أوراق العمل أتمنى منك عزيز الطالب أن تقوم بتدوين أوراق العمل في دفتر القواعد بخط مرتب وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر